اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وصلة البناء على ثوابت راسخة للعلاقات البحرينية الكويتية التي تشهد تطورا وتميزا على جميع الصعود والذي عكسته عمق الروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهما الله وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تسعى دائما إلى تنمية علاقات التعاون بينها وبين دولة الكويت في مختلف القطاعات الحيوية واستمرار تعزيز ذلك التعاون بما يعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر رفاع اليوم سعادة الشيخ عزام لمبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في المملكة حيث أثنى سموه على جهود الشيخ عزام الصباح في تعزيز العلاقات البحرينية الكويتية وتمنى سموه التوفيق والنجاح لصعادته في مهمه المقبلة مشيدا بالمواقف المشرفة لدولة الكويت المساندة لمملكة البحرين وخلال اللقاء استعرض سموه مع سعادة سفير الكويتي مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من جانبه عرب سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بتوطيد العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الكويت والدفع بها نحو أفق أرحب من العمل المشترك منوها بالدعم الذي لقيه طوال فترة عمله في مملكة البحرين متمنيا للمملكة دوام التقدم والازدهار متمنيا للمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر